السلام عليكم اليوم الجلسة كانت ممتازة داست في ظروف على الأقل بعد اللي كان نطالبو به ظروف هادئة هذا هو المضنون والمطلوب في هذه الجلسات بغينا المحاكمة تدوز بنظام وانتظام نتيني وخاكي ما شاء الله شابتها واحد شوية دين مشي مشكلة الله يسامح احنا اللي كي همنا هو ان الجلسة مشي بحل جلسات القرين كانت فيهم فوضى وكانت فيهم بلطجية لا اليوم هذا المراجل كانت مزيانة ورسيد القاضي والهيئة المقاراة الله يجازيها بخير واخد بزدمام الأمور كما يجيب كتصنط كتسجل كتأخذ المسائل كتدليب الدلو ديالا حتى هي يعني محاكمة روها مشي مزيان واللي عجبني اكتر ليفهاتش كله هو مطلبة بالشهود والمصرحين اعطيدي ارجو الشهود والمصرحين ان شاء الله فوري جات بإذن سامع العلم انا متفائلة يا ولدي انا متفائلة انا متفائلة 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 عظم ولدي فن هو وكفى بالله وكيله هذا ولا غشفي للغليل ديالي اما انا باش يقولوا انا قلت باع عن مخدرات ومتاجر في مخدرات تكشي انا لا يهموني وليست لي بها اي تصيلة لا يهم وشانك نتقلب على ولدي وشانك نتقلب وشانك نحاكم الناس انا عتوني ولدي وصيروا ادي ولدي عجبهم عتوني ولدي يا عباد الله ما طلبوا له ما طلبوا له اذا بني الناس هتصمي فهموا انني ما بغيان حكي على احد بغت هي ولدي عتوني ولدي وشوفني وش ما زلت نهدر عتوني ولدي واحدة رحمة الله انا رضي وقاء بقضاء سيدربي انما عتوني المكان ديالو وعتوني وفين هو وعتوني عديم ديالو نشمه نشمي عباد الله عديم ديولدي مهم لكي تقريبهم انهم وش توفق انها تشكني وش توفق انها تشكني وولدي دفاع تشكني ودك شي قانوني والله يمنعرف فيه به الله خلي استاذ ايجي لا هتشك السؤال الهدواء هو يقادل أن الحياة من الفروض أنها يشكل في جاسة في المقاعد وكأن تصنعها لجميع المراقبين وأنها حاضرة في المينة لما عندها نورمال مقارنة لن يجب أن تكون حسابة لها لا يوجد شيء دخل رئيسي بأن حكم المنكين المحامين لك تنبعها نعم بعدها أنا أم وحتمي كان الدفاع قلت بلي شبيه أو رهولدي بحال تدخلوا التشكك تشككوا في القضية لكي تكون صالح المتهم أنا أم تشكك مجاشية من أحد أخر أنا أم أين الجوتة؟ أين الجوتة؟ أعطونا غير أين الجوتة؟ وأرى ما عندك البقية؟ أعطونا أين الجوتة؟ الجوتة فيها بزر الأجوبة؟ أعطونا غير الجوتة؟ بلا ما بقولنا أننا نحرقوا لزيطة أعطونا جوتة وخديجونا لكي سوء الغيبونز أعطونا الهيئة فصل الرحل سامعت لنا وثاني وثاني واحد مونزة مارس قبل كل دفعين أو دفاع سداءة بنصرحي المحضر غير 2007 اللي كانوا في الحراسة النظرية في 2007 واللي السابعة والدراد الأول والثاني والثالث والتطوال منه السماء علاج سبعون يوم وعيتوا لحياة العالمي نهار ربعة وكان بكسعوا دفت تشريح خمسة عيتوا الحدث ستة عيتوا لأخو سبعة إذا الجريمة كانت حرف أنا كان لدينا دفعات شكريا بإذن يخص قادر التحقيق قادر التحقيق ركما تعرض عليه من فتا هو كان نائب وكلماني 2007 كان في محمد الله ولكن من اللي قال لا قادر التحقيق تعرض عليه بحكمة السيناء الله يرحم أستاذ مطار الوكيل العام الملك الله يرحمه وستعليه الجنات إن شاء الله لأنه كان نزاهد يارو رهو والي أعبر بالعتقال دي لديك أما قادر التحقيق أكر خاصة لأنه كان عنده محدد بنيديه وعنده الصور وأنه قتله الدري وأنه ما يقاش هذا شيء كيقولوا ماتوا إحنا ودري على ذلك أن القاصر دوزو بدون علم دي الوالدة ديارو في المحكمة دي الأحداث وفي الأحداث أن قد صغير الأحداث حالوا إلى المحكمة المحمدية جمحة وديروا ريح يدير عدب ديارو بغوا يقولوا للنبي أنه تهامي بلناني ما مالش كيف يستمع؟ حي تطول براءة ديارو سعود بطرية 2016 كانوا يحكموا لها الدائم بل براءة لأنك يقولوا ماتوا إحنا ولكن روح يزيد على الله وصلنا لتحقيقات ديارو دارك الملك الدين عارتنا شوقع عارتنا جو كلاب عارتنا مشاو تقريبا لحد الفيلا تقع الجتة عارتنا كوهو شي لكش إذا نحنا أما قد تعي وحد في نهرب وكما على الحلم أنا قد نجيبه الناس خوية الساحلية الساحلية من يوصلوا بالضرور دياركم في الدفاع الشكلية جنيت تغيرت كتبالك مقوية في أمي عام جنيت تغيرت كتبالك مقوية في أمي عام من سواء الدفاع الشكلية بكتباليات جي تغير مقوية لأنني كان أنا كان نشك بأن أنا كشكر الزميد دياري المحصر هو أستاذ كاروت لأنه قال بأنه مستعد حين تضرب الطادس ويخلص إجراء هذا لأنه سنعرفه طيب ونأزيز أزيزي كذلك وأما بالنسبة لذلك نحن عدنا الدفاع الخطارة جدا بالنسبة للقادة التحقيق وبالنسبة التحقيق ديار الفيسوعة عدنا ما يفيد كل شي وقد ما يفيد إن شاء الله ما يخشف حدود القتل هدارة كوية العصابة إجراء منها إن شاء الله نوصل حقاقها ولا شيء أغير حقاقها اليوم ورقعة واحدة ما بين أستاذ ناوي وأستاذي أوقع ذلك كذلك قد دينا مع الزملاء بناتهم وكيف يخرجون للجلسة والأخوت أنا كنت أنا كنت كنت صرعت حيال هذه أنا ما بقاش نحتار تعليمات سيد النقيم وقالت ما بقاش خلص صحفة إلا أنني كنجي كنقاش زملاء دي المتهم يخرجون كيصرحوا كيفش أنا الواحدة دي المتهم دي المتهم يحكم بذي ما بقاش ما بقاش خاني الطبقة ناكون ناوي الطبقة ناوي مرتاحة بحقب دي المتهم مرتاحة معلوم مرتاحة لأن الأخر كانت تجيبونا كيناس ما كان عارفوهم وتهدونا وتهدونا يحتاد الهواتف النقالة وقالت السيد وكيل عن مالك قال لي دي شكاية في الموضوع مش عال الله ندل شكاية ضد جميع الهواتف النقال صورة خطيرة جدا أنا من برا هتقول أنا كمان وعد الوكيل العمالك أغاندش كيف الموضوع إلا أنه كلاحظ دي ما كيجوش الأسخة معيالين اللي هما تيجو كيهدو اليوم واحد ولد حياة العلبي غرض التهديد من طرف هذا قالت لي يصير لعدك الحبز وهذي قريب بدي يكون تهد قريبة ديير